اعلنت الهيئة العامة للبيئة تسجيل خمسة مخالفات بيئية منذ افتتاح جسر جابر في الاول من مايو الجاري مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية والتوعوية الهيئة اضافت ان هذه الجهود تأتي في اطار حملاتها المتواصلة لتطبيق القانون البيئي بمشاركة الضباط القضائيين التابعين للهيئة وبدعم شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية داعيتنا الجميع على عدم رمي المخالفات على جانبي جسر جابر او في المنطقة البحرية المحاذية له كما يحضر الصيد على الجسر وفي الجزر الملاصقة له